نحو سبعين فدانا من الأراضي الزراعية في محافظة أبيان تعرضت محاصيلها للتلف بسبب السيول الجارفة التي ما زالت تدفق بشكل متواصل في أودية المحافظة حيث تشير الإحصائيات الأولية لفرق حصر الأضرار إلى أن القطاع الزراعي تعرض لكارثة طبيعية بفعل السيول إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمواطنين في المناطق الشرقية ودمرت الكثير من المنازل في مديريات جيشان وأحوار لم يتم أصلاح أي أضرار سابعة كان هناك أضرار بسيطة في السيول السابعة المحافظة القوي وتابعناهم وقدمنا لهم عدة أرى وقدمنا لهم مطالبات إلا أن للأسف الشديد لم يعير أي واحد أي مطالبات فجاءت المرة الأخيرة هذه السيول وجرفت ما جرفت مديرية خنفر التي تعد أكبر مديريات المحافظة سجلت النسبة الأعلى في حدوث الأضرار التي لاحقت بالأراضي الزراعية ما جعل المزارعين يحملون السلطات المحلية مسؤولية الخسائر المتلاحقة كونها لم تسهم في أي محاولات لإنقاذهم غياب الدولة أو ربما عدم امتلاكها القدرة على إدارة القطاعات الحيوية تسبب في زيادة حجم الخسائر والأضرار بينما لا تزال هناك تحذيرات من احتمالية حدوث فيضانات جديدة قد تعرض أغلب المناطق لخسائر أخرى في حال عدم وضع المعالجات المسبقة لتجنب خطر تدفق السيول في جميع المديريات المعرضة لها لطفي إبراهيم قناة قلقيس أبيان